احكيلي لو سمحت بقى مشكلتي بقى تحتاج حالات احكيلي حالما الجواجة بقى دي 23 سنة وربنا ما كرمناش بالخلفة ودلي طبعا العب من الجزء وحنا متأكدين ماشي طي هو بقى بصي ما ببطل صورتي يا روحي يا قلب عمره مجعل طب جميل والتلات اللي حد 23 سنة من قيمة سنتين اكتشفت انه بكلم أعظ الصحبات انه بجوز ولا بيكلم ما بقى كلام حبي ولي هو بقولهولي بقولهولا انت قلبي وانت روحي وانت فيعني ايه؟ قاعد يقولك اخر مرة ومش عارف ايه وحيلي كل ما اعمل كده تاني استشفت بعدها بشهرين انه بيكلم عيلة كنا نخلفت بيكلم عيلة؟ عندها واحد وعسين سنة ومتجوزة ومخلفها برضو جنبين قلقيت وبيكلمها برضو بمعنى ايه بيكلمها بقى يا مولا؟ كلام بقى يا حبيبتي يا قلبي يا روحي انت بتكتشفيه ايه بتقري الرسائل ولا ايه؟ بص يا قلبي يا قلبي يا كنت حلمت حلم اناني حطة ايه انهه صاحبتك ايه نايمة وسطنا وحطت ايدوا على رقاباتك انت صلت عالدكتورة سوفيا اهيت لدوري وراجازك وستيت دي بالزاد انت حلمت ان صاحبتك اللي هو بيكلمها دي نايمة وسطك وهو حاطت ايدوا على رقاباتك ايدوا على رقاباتك ده أنت مبروكة إنهم بقى بس أنا حطتي التليفون يسجلهم بيت حطوله الموبايل في العربية وحطوله الموبايل في البيت بتاعي يسجلوا وقوية المكرمة سجلت سجلت أنا عارفة أنه اللي عملته ده حرام بس أنا بحافظ على بيت وإنت إيجي استابه حطاله الموبايل في العربية وحطهله في بيته مالبا رافت الهجان إيه بقولك عايسة فضل رافت الهجان رافت الهجان وبعدين بتتحك المهم بقى يا ستوزة ده وقا بصي أنا مش قادرة تمحه وهو كل مرة بيجي يقولك أنا آسف وكده ما بيعترفش إن هو ولا هو بعملش حاجة أنا ما بعملش ما بيعترفش إزاي وبيقولك ده مش صوتي ولا إيه طب أيها مش صوت وهي البت زي نفسها جات هنا ويكلي وبكلمني طب أنت بتدوري ورالي مش هو بيقولك يا روحي ويقلبي حد طيل يا حبيبتما أنا ما بحبش الناس مش على غيش أنا مش عايزة مش على غيش مش عايزة إيه مش على غيش أه ما كده أنا ما أحبك ما قلنا إحنا نقض ندور ورا الناس يا مروة نقض ندور ورا الناس ونورة جوزي قاعد أدور بيعمل إيه من ورايا وبيقول عليه إيه من ورايا دي وحشة بتخرب البيت ناش بس برضي يعني إنت إزاي نعايشة معاك وردت وخلاص إزاي بقى بعد العمر دي كله تعمل كده طيب وواحدة صاحبتي يعني كان أعز أصحاب اللي عملي كده ومتزوجة والثانية متزوجة برضي طب قوليلي أنتو 23 سنة متجاوزين وربنا ما رزقكوش بالولاد صح هو بقى بيقولك إنه هو عايز يتجاوز عشان يخلف أو حاجة لا يا فاندي هو قلة الخلفة مني هو إيه؟ هو العيد منه هو عارف وأهلي كلهم عارفين إنه هو عيلة الخلفة مني فعشان كده أنت حاسة بالغدر لا والله ما غدر ولا حاجة والله أنا عايزة معاك ما يرضي الله بس يعني صعبان عليها نفسي لأني عملت إيه يعني يعني بقى أفكر أنا عملت إيه عشان يتعمل فيها كده أبو بطلت تسجلي ولا لسه بتسجلي لا لا بص الناس اللي خستت بيتي كانت عيشوا ملح ريا يعني العيب فيه يعني بقى أولا في الناس العيب فيك أولا في الناس يعني أنت تحبيتي وعدة معايا وعدة بيتي ورأت درجة إنه كنت بعطف عليها وشفت الغدري منها دي ما كنت تتوقحها العيلة واجهتيها بقى يا مروة واجهتيها واجهتي لجنان عمق يخد انت جبروت وعملوا إيه؟ الأولانية نقرت والثانية بعد الصعيط وطلت لأنا مش عارفة أنا عملت فيك كده ليه أنا كنت باعتبركم وهو أبويا اعترفت ده ده بتعذبهم بالاعترفون باعدة أقول له يعني من جناني باعدة أقول له بتحبينه وبتحبوه ما يقلبك ما تكلمش عبيه بتحب البلد بحلها ولا إيه؟ أنا عارفة بيحب البلد بحلها؟ وإنها بنت عسل إنها بنت اللي عسل رد علي بقى هنرد عليك اسماعي كيلي بقى تمام؟ يا مروا ما شاء الله عليها تفوقت على الحقيقة يعني على نفسها وعلى الآخرين بإنها حتى كمية موبايلات رهيبة ما عرفش تجيب فلوس للرصيد ده كله منها عشان تسجل أو الموبايلات دي كلها يعني بس عايزة أقول لها على الحاجة اللي هو من راقب الناس مات أهما وفيه كان مسلسل يعني حلو جدا جدا ممكن الناس ما فيهمتوش أيه في وقتها اللي هو نصيبي واسمتك لما هني سلامة حط كاميرات في بيته وفي مكتبه عشان يرائب ويشوف الناس بتقول عليه إيه من وراء وكان بيحب زماله في الشغل جدا كان بيحب أخته جدا كانت علاقته هيلة بامراته لكن لما سمع الكلام اللي بيتقال عليه هو قدد بيه في النهاية للوحدة الوحدة كاملة مش مهم الناس بتقول عليكي إيه يا مروا من وراء ظهرك المهم الناس بتعاملك إزاي ملكيش دعوة بقى هو بيقول إيه المين طب هي بتقولك وانا مش هعيش طول عمري حاسة ان انا مخشوشة او هو بيغشين انت دلوقتي بقيت عارفة ان هو الراجل يعاني يعني بعد ما كبر وحاسس يعني خلييني يقولك برضو يا مروا ان هو حاسس انه في حاجة نقصة او حاسس بنقصة او حاسس بعيب عنده او تأثير عنده ففي رجالة كتير بتحاول تعود ده يا دعاء بان هي تتكلم بس هي قلتلك بيكلم بس بيقول كلام بس تمام فهو الراجل بيقضيها كلام ويحس ان هو عنطر زمانه فما فيهاش مشكلة دي وخصوصا ان هو يعاني ما بيقولهاش لأ ما حصلش هو بيعترف هو بيعترف وما بيعملهاش وحش واللي بيكلمهم بيعترفه واللي بيكلمهم بيعترفه برضو وخلي بالك يا مروا ان هو لما بيجي يتكلم مع واحدة بيتكلم مع واحدة هو متأكد مليون في المئة انها مش تفتح بقاء وتتكلم لانها ست متجوزة ومخلفة فهتخاف على نفسها من فضيحة انا ما سمعتش اللقطة دي هي متجوزة ومخلفة الاتنين صاحبتها الانتيم انا ما سمعتش انها متجوزة لا متجوزة ومخلفة قالت للتنين متجوزون ومخلفين فده اللي انا كنت عايزة اقولولها انتي عمرك ما هتلاقيه منقى ضحية او منقى بنت مش متجوزة او مش مرتبطة لان هو بيعمل كده تقضية وقت بقى فراغة عين ازمة منتصف عمر عنده احساس ان هو مش كامل مكمل لان هو عنده مشكلة في الخلفة فلما بيجي يتكلم حتى مع حد او بيدخل في علاقة او بيدخل في علاقة مع واحدة هو عارف انها مش هتقدر تفتح بقها ولا هتطلب منه جواز لانها هتخاف على نفسها من الفضيحة لانها ست متجوزة التاني حاجة مش هتطلب منه جواز لانها متجوزة اصلا تمام فده ما يتخافش منه يا مروة وبعدين طول ما انتي خلاص افشاة وملكاه مفيش مشكلة ما عندكيش بقى بتقولك بيصعب عليها نفسي حقها انه يصعب عليها نفسها من فكرة اللازم هو يبقى مخلص لها اكتر من كده ونفس الكلامة اللي بيقوله لها مش خصصها به يعني ده مش يقوله لطوب الارض ما قالتلك هو قلب ومساكن شعبية الراجل فعلا قلبه قلب رمانة يعني ما شاء الله عليه بيحب كل الناس بس الحقيقة يا مروة هو مشاعره الحقيقية عندك انتي لكن الكلام هو يعني هو عشان بس حافظ الدباجة وحافظ الكلمتين بيقولهم لا اي حد لكن مشاعره حقيقية عندك حل الموضوع ده يا مروة انك تعادي تعمليله وقفة بجد مش انك بقى توجهيه وتوجهي البنت التانية ويقولك طب خلاص سامحيني فتسامحي لازم تعمل معايا وقفة وتقول له يا ابن الناس انا عايشة معاك بما يردي الله انت عايز تعيش معايا بما يردي الله هنكمل مع بعض والموقف ده ما يحصلش تاني مش هتقدر تعيش معايا بما يردي الله يبقى تسيبني الحلسة بيلي وانت اعمل اللي انت عايزه بعد كده برحلة والموبايلات اللي برشاقها في كل حتة عاملانه لا وفار الموبايلات هي اللي بتتعب يا دعين هي اللي بتتعب هي كل ما بتدور وكل ما بتسمع هي كل ما بتتعب اكتر صحيح تمام زي ستات كده بتجي تعملك فيك اكاونت وتفضل ورا جوزها ضغطة ما توقعوا وبعدين تدخل على جروبات الفيسبوك يا نصيبت يا لهو يا خراب عملت فيك الفكرة وحبك انت زات نفس الشخصة باسم تاني وممكن يكون هو اسكى منك وعارف انها انت فليه يا جماعة مندور على المشاكل بابرة زي ما بنقول